اشتركوا في القناة هدايتنا أحب وضح أن جريمة الإجار في البشر هي من الجرام ذات الأبعاد الخطيرة التي تؤرق الضمير العالمي باعتبارها شكل من أشكال الرقة المعاصر وكونها تستهجب فئة من البشر أجبرتهم ظروف معينة على أن يكونوا في مركز ضعيف طبعا أستاذ القانون الدولي هذا حد القانون الدولي لحقوق الإنسان بالتصدي لهذه الجريمة بكل حزم عبر الكثير من السكوك التي انضمت إليها مملكة البحرين منها على سبيل المثال الحصر الاتفاقية الخاصة بالرق والاتفاقية التكملية لإطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة واتفاقية أيضا المكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فضلا عن البرتكولات المكملة لها كما أود أن أوضح أن مملكة البحرين على مستوى التشريع الوطني لم تكن بمنأة عن الاهتمام بجريمة الإتجار بالبشر تضمنت تشريعاتها الوطنية على اختلافها أحكام تعني بهذا الأمر ففي مجال الجهود التي قامت بها مملكة البحرين في مكافحة الإتجار بالبشر فقد تم تشكيل لجنة مهمة جدا وهي لجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر استنار لنصف المادة السمولية من قانون مكافحة الإتجار بالبشر والتي أنيق بالجريمة أنيق أيضا بهذا وضع برامج منع مكافحة الإتجار في البشر وحماية الضحايا هذه الجريمة أيضا استكمالا للقانون لأن القانون نص على إنشاء لجان مهمة هي لجان انصاف لهؤلاء الضحايا كما عشرت أيضا عندي قانون إتجار بالبشر نص على لجنة تقييم ووضعية الضحايا الأجانب لإتجار بالبشر والتي من مهمها أنها تقوم بإزالة ما قد يعترض المجن عليه الأجنبين مع وقات تحول دون الحصول على عمل أو إذا تبينناه بحاجة إلى عمل للتنسيق مع وزارة الداخلية كما أود أيضا أن أوضح أن هناك استكمال مؤسسي قامت به مملكة البحرين في إنشاء شعبة خاصة لوزارة الداخلية تعني بمكافحة الإتجار بالبشر تتبع وزارة الإدارة العامة المضاحة والإدلال الجنائية تقوم بدور فعال في البحث والتحري والقبض على مرتكب هذه الجريمة تمهيدا لإحالته وأخيرا أحب أوضح أن حكومة مملكة البحرين في إطار توفير الحماية اللازمة للضحايا الإتجار بالبشر وفرت مراكز إيواء لضحايا الجريمة منها تخفيص دار الأمان وهو دار الأمان ليتسع لإيواء 126 حالة من النساء وأولادهم ودار الكرامة للرعاية الاجتماعية المعني بإيواء المتسولين والمتشردين ومركز حماية الطفل المعني بحماية ضحايا الإتجار في البشر غير البشر للأطفال طبعا هذه كلها شبكة كبيرة تقوم على حماية هؤلاء الضحايا من هذه الجريمة الدكتور بدر عادل عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك